طلاب وطلابات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس السنوات قسم نجارة الأساس النهاردة هنتكلم على مادة مهمة جدا ودية أول حلقة هنتكلم فيها على مادة التخطيط وإدارة الإنتاج ونتعرف يعني إيه مادة التخطيط وإدارة إنتاج مادة التخطيط وإدارة إنتاج دي بتكون عندنا من جزئين الجزء الأولاني بنقول عليه الجزء النظري وبندرس فيه الإدارة والتكاليف والمشروعات رأس المال والنسب وجزء هيفيدك بشكل كبير جدا في الناحية العملية طيب الجزء الثاني وهو الأهم اللي هي نظام المؤيسات إيه المؤيسات ديت أو إيه اللي إحنا هنستفادوا من الكلام ده يا مستر إحنا طبعا كل المواد اللي إحنا بندرسها بتكمل بعضها بالنسبة لمادة التخطيط وإدارة إنتاج بتبدأ تخليك أن أنت تبقى راجل فاهم أو طالب فاهم أنا هبقدر أن أنا أعد الكمية الخشب بتاعتي إزاي ما بنشتغلش بشكل غير منهجي بتبدأ أن أنت تدرس من خلال مادة التخطيط أو الإدارة إنتاج أو المؤيسة نفسها أن أنا لو عندي كومدينو أو عندي قوضة نوم أو عندي قطعة أساس وعايز أن أنا أبدأ أشتغلها بابدأ أعمل إيه؟ طبعا بابدأ أعمل مؤيسة بشكل كامل بحيث أن أنا أقدر أن أنا أشوف الأطوال المتوفرة في السوق طب أنا أعرف الأطوال والحاجات ديت منين قالك أنت قبل ما تدرس المادة ديت لازم تعرف حاجتين مهمين جدا ودهوة الحاجة المنهجية اللي أنت تبدأ تشتغل عليها طيب أول حاجة أن أنا أعرف مأسات الخشب بتاعتي بالنسبة للخشب الطبيعي طب الخشب الطبيعي اللي هو إيه؟ قال لي خشب السويد أو المسكي أو الزين أو البلوت أو أين كان نوع الخشب اللي أنت هتبدأ تستخدمه ده اسمه أخشاب صماء أو أخشاب طبيعي هو فيه أخشاب غير الأخشاب الطبيعي قال لي آه فيه خشب اسمه نص مصنع وفيه خشب مصنع والكلام ده درسناه في خلال الفرقة التانية في قسم نجارة الأساس طب إيه الأخشاب نص مصنع قال لي الأخشاب نص مصنع زي الكنتر بلا كيه المسدب طب وإيه تاني؟ قال لي والكنتر أبلا كياش والقبلكاش نفسه ده كله أخشاب نص مصنعة طيب إيه الأخشاب المصنعة تصنع كامل؟ قال للـ MDF جميع أنواع الـ MDF والـ LDF والـ HDF والـ Surotex طبعا الأخشاب ديت يا جماعة أنت درستها باستفاضة وبمراحل تصنعها وعرفت هي بتصنع بيه طبعا بالنسبة للأخشاب النص مصنعة إحنا ألوحنا كلها ثابتة اللي هي في السوق وما نيجي للجزء بتاع المقاسات نبدأ نتكلم سواء 244 في 122 في 2 و2 أو 81 بالنسبة لللوح أو 220 في 122 في 2 و2 أو 81 طبعا المقاسات دي كلها مقاسات ستندر موجودة في السوق المصري بشكل كبير جدا طيب المقاسات بتاعت الأخشاب الطبيعية لازم تبقى عارف بالنسبة للطول بالنسبة للعرض بالنسبة للصمك بالنسبة للأخشاب كلها سواء خشب زن أو موسكي أو خشب بلوت وتعرف أنا بزيد أطوال بقد إيه والصمك بتاعهم محدد بقد إيه والعروض بتاعته بتبدأ من كام وبتنتيب كام طيب الكلام دوت هيفدني في إيه مستر؟ قالي إن الكلام دوت هيفدني إن أنت وإنت بتعمل الموايسة بتاعتك بتبقى عارف إنت بتستخدم الخشب بتاعك إزاي طيب بحيث إن إنت لما تروح المغلق أو المحل بتاع الأخشاب بتبدأ إن إنت بتطلع له كشف أو الموايسة بتاعتك تقول له أنا عايز إتنين لوح مثلا زن مقاس عشرة في طول مية وستين في مية واتنين متر إتنين متر وعشرة أين كان الأطوال اللي إنت تستخدمها؟ فأنا بقى فاهم أنا هنفذ المنددة أو الكومدينو أو قط النوم أو السرير المقاسات بتاعتها هتبقى إيه؟ طيب ده بالنسبة للأطوال وبالنسبة للعروض وبالنسبة للصمكة طيب إنت لطيلة ديت أول حاجة إن أنت تبقى عارف مقاسات الأخشاب والمتاحة اللي هي موجودة في السوق طيب تانية حاجة حاجة اسمها زيادات نسب التشغيل يعني إيه زيادات نسب التشغيل؟ إن حضرتك بتبقى بتشتغل على الماكينات الصناعية سواء مكينة الربوء أو التخانة أو الصينية أو الشريط بتبقى فيه نسبة هالك معاك فأنا وأنا شغال ببدأ إن أنا أحق نسب أو زيادات نسب التشغيل بالنسبة للأخشاب الطبيعية حاجة وبالنسبة للأخشاب النص مصنعة حاجة طيب بالنسبة للأطوال والعروض والصمكة بتبقى حاجة وبالنسبة للأخشاب بتبقى حاجة تانية تانية بالنسبة للأخشاب النص مصنعة أو المصنعة تصنيع كامل دي بتختلف طب تختلف ليه؟ قال إن نسبة الهالك فيه الأخشاب الطبيعية بتبقى بشكل أكبر أما بالنسبة للنصف المصنعة أو المصنعة تصنيع كامل بتبقى بشكل أقل لأن هي بتبقى واغدة عملية مسحة وتبقى العروض أو السمك بتاعها مضبوط بتبدأ بس تزود الزيادات الطفيفة اللي هي بنقول عليها نسبة الهالك اللي هي تقطيع المنشار ماشي أو تركيب أشواط أو الكلام ده كله طبعا بتفرق معنا إن إحنا نبقى فاهمين زيادات نسب التشغيل وهنتكلم أول ما هنخش إن شاء الله في حل المؤيسات في الحلقات اللي جاية إن شاء الله هنتكلم في كل حاجة باستفاضة مع أسات أخشاب وزيادات تشغيل عشان لما ديجي نحيل المؤيسة من الألف لليا نعمل لها كشف حصر لأهم الأجزاء ونعمل مخطط تفصيلي ونطلع كمية نبقى فاهمين إحنا بنعمل مؤيسة من الألف لليا شكلها إيه وطبعا بنعمل في المؤيسات بتاعتنا إحنا بندي شكل عام للمؤيسات إحنا هنشتغل فيها إزاي إن شاء الله في الحلقات اللي جاية إن أنا بعمل ليه الخشب النص مصنع أو الخشب مصنع مؤيسة لوحده أو جدول وكشف ومخطط وببدأ أعمل الأخشاب الطبيعية طيب وأنا ممكن أستخدم كذا نوع في المؤيسة أقال لك آه أنت ممكن تستخدم أكتر من نوع يعني إيه الكلام ده يا مستر قال يعني مثلا عندي أرصة وقع وجنبينه وأرصة وكلام ده كله اللي هي هيكل العلبة بالأرفف القواطيع باستخدمها خشب كونتر اللي هو النص مصنع طيب وبعدين الخشب التاني هيستخدم في عند إدراج وعند أقشطة وعند قواعد اللي هي السكرتورة طيب ينفع استخدم نوع ثالث قال لك آه ما أنت عندك فيه الظهور من نوع ثالث اللي هو من الأخشاب النص مصنع ولكن دي ألواح مختلفة طيب هستخدم الخشب الأبلاكاش ده في إيه اللي هتستخدمه في الظهور وقعان الأدراج خلاص يبقى أنت ممكن تستخدم أكتر من نوع في المؤيسة بتاعتك سواء أخشاب نص مصنعة أو أخشاب طبعية أو النوع الثالث اللي هو احنا بنقول أخشاب نص مصنعة ولكن في نوع تاني يعني أنا بستخدم نوعين خشب نص مصنعة سواء كونتر أو أبلاكاش بس الكونتر ليه استخداماته والأبلاكاش ليه استخداماته فدو بتعمله جاو دول ومخطط وكمية لوحدها ودو بتعمله جاو دول مخطط وكمية لوحدها بتقدر تطلع الكميات بتاعتك بحيث أنت عرفتها تستخدم قد إيه زين عرفتها تستخدم قد إيه كونتر عرفتها تستخدم قد إيه قبل كاش وبنجيب النسبة التقريبية وبتبدأ أن أنت تابقى عارف أنت رايح هتستخدم كم لوح لوح اتنين تلاتة على حسب الشغل اللي انت هتعمله المؤيسة والكلام دوت هنتكلم عليه باستفادة من خلال مادة المؤيسات طيب احنا عندنا الجزء بقى اللي احنا نتكلم فيه النهاردة وهو الجزء النظري اللي هو التكاليف وادارة الانتاج اللي احنا هنبدأ نتكلم بنودها وان ان انت ازاي تستفاد منها وازاي شروطها ودوت بيجي لك سؤال نظري في مادة التقطيط وادارة الانتاج نبدأ مع الجزء النظري ونقول اننا عندي اول حاجة الادارة والتكاليف ايه الادارة والتكاليف بقى تعريف الادارة ودوت سؤال مهم جدا بيجي لابناءنا الطلبة ايه الادارة بنقول هي فن استخدام عناصر الانتاج حيث يقوم بالتوجيه والتنصيق بين هذه العناصر مما يؤدي الى تحقيق الاهداف المنشودة في المشروع الصناعي يبقى لما يجي لك في الامتحان ويقول لك عرف الادارة او عرف التكاليف او عرف الادارة والتكاليف او يجيبهم لك في شكل اكمل او يجيبهم لك في شكل صح وغلط طبعا تبقى فاهم اني نقولها تاني الادارة هي فن استخدام عناصر الانتاج حيث يقوم بالتوجيه والتنصيق بين هذه العناصر مما يؤدي الى تحقيق الاهداف المنشودة في المشروع الصناعي طيب ايه التكاليف الاتكاليف بوسطتها تتتمكن المنشأة الصناعية من تحديد الاهداف والسياسات وانواع الانتاج وكذلك الاتمنان الى سلامة سياستها وخططها سواء فيما يتعلق بالتخطيط للانتاج او ما يتعلق بقياس التوزيع لامكان التعرف على الاسس المفضلة طبعا دي لازم تبقى عارف يعني ايه ادارة ويعني ايه تكاليف بالنسبة للمنتج بتاعك او للمحتوى بتاعك طيب عناصر الادارة الناجحة وديت من الحاجات المهمة عندنا اللي لازم نتعرف عليها البنوط بتاعتها ايه قال للتخطيط تخطيط الاعمال دوت اول بند عندنا في عناصر الادارة الناجحة تاني حاجة توظيف الموارد تالت حاجة التوجيه والتنصيق رابع حاجة التنظيم والقيادة خامس حاجة الرقابة والمتابعة والمراجعة سادس حاجة المعلومات والاتصال واتخاذ القرارات سابع حاجة نظم تحليل السلوك وتنمية المنظومة وحافظ اللي هو تحفيز العاملين خلص يبقى اول حاجة كانت التخطيط اللي هي تخطيط الاعمال توظيف الموارد التوجيه والتنصيق التنظيم والقيادة الرقابة والمتابعة والمراجعة المعلومات والاتصال واتخاذ القرار نظم تحليل السلوك وتنمية المنظومة وحافظ او تحفيز العاملين طيب تخطيط الاعمال ايه تخطيط الاعمال ناخد كل جزئية ونعرف هي ايه بتتكلم على ايه اول حاجة تخطيط الاعمال اي عمل من الاعمال بفكرة بيقوم بفكرة معينة يجب قياسه يعني احنا عندنا اي فكرة او عمل احنا هنقوم بيه بيجب قياس القياس اللي ايه العمل بتعمل امكانيات نجاحه اقتصاديا وفنية ومعنى ذلك انه من الضروري تحديد حجم الاعمال قبل الاقدام على توفيرها ونعتبر ذلك التنبؤ بحجم الاعمال والخدمات اللازمة خلال فترة زمنية وغالبا ما يكون ذلك رقم مبيعات معينة طبعا دوت التخطيط الاعمال دوت انا بابدأ اخطط انا هعمل العمل بتاعي ان انا اعيس الامكانيات النجاح بتاعته سواء اقتصادية او فنية وطبعا بحدد حجم العمل والتوفير والتنبؤ بحجم الاعمال وخدمات اللازمة من خلال فترة زمنية وغالبا ده بيكون الرقم بتاع المبيعات بتاعتك سواء انت بتقدر ان انت تتحدد رقم معين في المبيعات بتاعتك او ان هي بتقلة او بتزيد شوية بس بتبقى في اللي بنقول عليها في الميكسبوم اللي هي الرنج الطبيعي بتاعها وتحديد ذلك يساعد على تحديد اي تخطيط للاحتياجات من الافراد والمعدات والموارد ورقص المال طبعا الافراد اللي هم الطلبة او الافراد الفنيين اللي بتخرجوا من عندنا والمعدات اللي هي الماكينات اللي انت تبدأ تحتاجها للعمل دوت والموارد اللي هي تبدأ تصرف على جزء بتاع المشروع بتاعنا الموارد نفسها ورقص المال اللي هو هيبدأ يخدم عليها الكلام ده كله طيب تعال على توظيف الموارد يبدأ مروج المشروع او رجال الاعمال بالبحث عن مصادر الموارد اللازمة من افراد ذو تخصصات متنوعة ومن رؤوس اموال وموارد ومعدات وغيرها اي ان مفهوم وظيفة التوظيف عندنا لا يقتصر على توظيف العمال والفنيين والاداريين واعضاء التنظيم الاخرين طبعا احنا مهم جدا توظيف الموارد اننا بنقولل بنحط الانسان المناسب في المكان المناسب من خلال مفهوم وظيفة التوظيف بتقتصر على توظيف العمالين والفنيين والاداريين لا وأعضاء تنظيم الآخرين كمان كلها منظومة بتأدي لنجاح المشروع بتاعنا أو نجاح الشغل بتاعنا طيب توظيف الموارد قلنا إن إحنا بيبدأ المروجون اللي إحنا نتكلمنا عليها دلوقتي تعالى نتكلم على التوجيه والتنصيق بنقول يحتاج الأمر بعد توظيف الموارد عملية توجيه على مركز العمل والأنشطة المختلفة اللي هم بنقول عليهم مراقبين أو منصقي الجودة حتى تبدأ عملية التنفيذ بعد ذلك بطرحة أقصر فعالية والتنصيق أساس لضمان موازنة السلطة مع المسئولية طبعا يا جماعة المهم جدا أن أنت تبقى عارف يعني إيه مراقب الجودة يعني إيه سلطة تنفيذية يعني إيه مهندس مكتب تصميم الكلام دوت مهم جدا أن أنت تبقى عارف كل واحد واختصصاته وبتوزع على حسب الفعاليات نفسها الموجودة في المؤسسة اللي أنت شغال فيها طيب التنظيم والقيادة يعني إيه كلام دوت يعني التنظيم عملية إسكان الموظفين في التنظيم المرسوم والذي يحدد المستوى التنظيمي والإداريات والأقسام والفروع واللجان والوظائف التنفيذية والأخرى الاستشارية والعلاقات التنظيمية طبعا دي مهمة جدا أن أنا أنظم أنا محتاج عشر عاملين على الماكينات محتاج عليهم اتنين مهندسين محتاج طقم سكرتاريا محتاج اتنين مهندسين فنيين محتاج اللي هي بنقول عليها عمل التصمامات مهندس استشاري طبعا الكلام ده كله لازم أن أنت بتقدر تنظم على حسب احتياجاته وعلى حسب قدرة المؤسسة اللي عندك وعلى حسب الوارد الكمان اللي هيطلع من الناتج وبتبدأ توظفها على حسب الكمية يعني لو هعمل مثلا عندي مشروع هعمل فيه مثلا مية قوضة نوم غير خمسين غير عشرة غير أن أنا هعمل خط مفتوح طيب الرقابة والمتابعة والمراجعة بنقول عند تطبيق الخطة يحاول اللي عملون اتباع الإجراءات واللواح والتعليمات لتحقيق الخطة واهدفها ولكن دون رقابة سوف يصبح الفارق والانحراب بين الناتج الفعلي والأرقام التقديرية كبيرة طبعا ان احنا بنقول علينا فيه الرقابة في كل أنواع العمل مهمة جدا بحيث ان ما يكونش الفارق ما بين الناتج اللي انت قلت انت حطته على الورق والطبيعي فيه انحراف النتاج بشكل كبير جدا لذلك تعتبر الرقابة ضرورية لضمان سير التنفيذ مع التخطيط فالمتابعة الفورية تحاول ضمان سرايان التنفيذ مع الخطط القصيرة الأجل والطويلة طبعا انت بتحط خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل على حسب احتياجاتك وعلى حسب انت محتاج في الوقت اللي هو بتاع الشهر ده تتعمل ايه محتاج خطة بعد سنة هتعمل ايه محتاج خطة بعد خمس سنوات هتعمل ايه وتحاول تحديد مجالات الانحراف والتكلف المالية والإصراف طبعا انت كل ما بتبدأ تعمل تحكم الموضوع ده بتبدأ ان انت من خلال المشوار بتاع الانتاج او خط الانتاج بتبدأ الجزء اللي احنا قدرنا ان احنا نقع فيه بنبدأ نتلافها في الفترة اللي بعدها عشان كده بنقول عندنا فترة قصيرة الأجل وطويلة الأجل طيب تعالوا نتكلم على المعلومات والاتصال وانجازات القرارات طبعا الاتصال بتاع المؤسسات مهم جدا تحتاج عملية ادارة المشروعات الصغيرة او المشروعات المشتركة كأي مشروع اخر الى ضرورة توفير نظم معلومات اللازمة قد يكون ذلك في شكل نظام يدوي او نظام الكتروني حيث ينتشر اليوم اللي يبدأ المشروعات الصغيرة ووحدات حسابات الكترونية صغيرة وده مهمة جدا ان احنا ندخل التكنولوجيا في شغلنا ونبدأ نتصل بالوحدات ببعضها يعني انا لو عندي وحدة مثلا زي وحدة مشروع او ورشة او مصنع لسه تحت الانشاء بنبدأ ان احنا نعمل مهندس خاص بالتصميمات بيبدأ يتصل مع مهندس التنفيذي ومرائب الجودة وبيبدأ ده كله بيصب في مصلحة الشغل فلازم يبقى فيه بعد الدروبات اللي بنوع فيها بنبدأ ان احنا نعمل عندنا حاجة اسمها انجاز القرار او اتخاذ قرار وبننجزه ان واقف الجزء اللي هو بدأ يطلع منتج رضيء او فيه هادر لللجنة العمومية اللي موجودة في المؤسسة تعالى نظام تحليل السلوك وتنمية المنظومة وحافظ العاملين طبعا بنقول لادارة المشروعات الصغيرة او الاخرى المشاركة يجب وضع نظام لتحليل سلوك الافراد العاملين فيها من حيث المعرفة والادارة والقدرات والخبرة والحاجات الانسانية طبعا بتحط كل الحاجات دي في الحزبان وبتبدأ ان انت تبقى عارف ايه القدرات الموجودة والخبرات وطبعا الجزء الانساني دوت لان احنا مش الات احنا جزء بشري بيبقى فيه ظروف عند العاملين فانت بتراعي الجزء هي ديت وبتبدأ ان انت تتجنبها بحيث ان العامل يبقى عند روح معنوية يبدأ ينتج فيه الشغل طالما رعينا الحاجات الانسانية الموجودة عند العامل طيب الادارة العلمية الادارة بانتظام تعالى بص هنقول ان انا عندي مجموعة الانظمة الادائية ومجموعة الانظمة السلوكية ومجموعة الانظمة الوظفية دي مجموعات يا جماعة نتعرف عليها دلوقتي طيب تعالى نقول ان انا عناصر وحساب التكلفة الصناعية ديت برضو من ضمن الحاجات ونبدأ نحدد اغراضها بنقول ان انا بحدد تكلفة الانتاج بغرض تحديد سعر المنتج طبعا انت بتحط التكلفة اللي هي الفعلية زائد الانتاج زائد العمالة زائد هامش الربح وكلام ده هنتكلم عليه في مشاريع رأس المال في الحلقة بتاعته النهاردة طيب الرقابة على عناصر التكلفة طبعا الرقابة بحيث ان احنا كعنصر بشري لازم يقفى رقابة على التكلفة نفسها وبنقدر نجيب اقل عروض الاسعار وبذلك يتضح انما يمكن استخدام اسلوب حساب التكلفة الصناعية للامور التالية اول حاجة بنقول تحديد تكلفة انتاج الوحدة من المنتج النهائي تقييم الهالك او المفقوض في كل عملية صناعية اتخاذ قرار بحجم المخزون تحديد الحجم الاقتصادي للانتاج الاختيار بين الطرق المختلفة للانتاج الاختيار بين شراء وانتاج سلعة معينة تاني تحديد تكلفة انتاج الوحدة من المنتج النهائي والتقييم الهالك اتخاذ قرار بحجم المخزون تحديد الحجم الاقتصادي للانتاج الاختيار بين الطرق المختلفة للانتاج الاختيار بين شراء وانتاج سلعة معينة طيب عندي انظمة التكاليف اولا التكاليف الفعلية وهي التكاليف التي تحدث فعلا والتي يمكن حصرها في بيانات من مجموعات المستندات والبطاقات التي تتداول بين الاقسام والمصنع او بين المصنع وخارج المصنع طبعا يا جماعة ديت احنا محتاجين ان احنا نقول انا عندي تكاليف فعلية زي عندي مثلا 100 لح خشب مقاس كذا في كذا وعندي مثلا متر كونتر او متر ونص كونتر بيساوي مثلا 200 او 300 لح عندي كمية مسامير تتجاوز مثلا العشرة كيلو في عندي الاكسسور والدهانات موجودة عندي دي التكاليف الفعلية اللي موجودة في المصنع خلاص طيب التكاليف المحسوبة مقدمة وتشمل انظمة التكاليف المحسوبة مقدمة نوعين رأسين تكاليف تقدرية وتكاليف معيارية تكاليف تقدرية وتكاليف ايه؟ معيارية اهلا نخش على التكاليف التقدرية ايه التكاليف التقدرية دي بنقول يتم وضعها بمعرفة الفانيين بالاشتراق مع محاسبين التكلفة لتقدير ما يمكن ان تكون عليه تكلف كل من عنصر من عناصر الانتاج في الفترة الزمانية المقبلة وتعتمد هذه التقديرات على الخبرة السابقة وظروف العمل المحيطة ويعيب هذه الطريقة أنه لا يمكن الاعتماد عليها في وضع خطة محكمة لعوامل الانتاج طبعا عشان هي تقديرية ما تقدرش أن تحكم عليها بشكل كبير جدا طيب تعالي للجزء الثاني التكاليف المعيارية تقوم على أساس دراسة عملية لعناصر التكاليف بناء على تخطيط طرق الانتاج وتحديد العمليات التي ينبر بها المنتج وده يتمهم جدا أنه أنت تبقى عارف وده يتأدق طبعا من التكاليف التقديرية أنه هي دي بتبقى دقيقة جدا في كل حاجة الماكنة هيستهلك قد إيه هنحتاج قد إيه قطعة الخشب حتى الهالك اللي هو موجود بتقدر أنت توظفه في الشغل بأي كيفية بتقدر أنت تطلع النتيجة بشكل كبير جدا قريب من الواقع مكونات عناصر التكاليف إيه مكونات عناصر التكاليف ديه قال لي عندي عناصر مباشرة وطبعا ديه من مكونات عناصر التكاليف ديه من الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات الدبلومة يا جماعة الناس تركز عليها كويس جدا قال لي عندي عناصر مباشرة وهي التي تصرف خصيصا على المنتج ومن ثم يمكن قياس كمياتها أو تحملها رأسيا على المنتج اللي هي العناصر المباشرة بتصرف عليها خصيصا على المنتج ثم يمكن قياس بقيس كمية بتاعتها وبتحمل كلها على المنتج سواء دهانات أو اكسسوارات أو أخشاب بشكل مباشر طيب عناصر غير مباشرة وهي التي تنفق على النشاط الانتاج بصفة عامة وليست على وحدات معينة ولو انها توزع فيه ان هي على كل الوحدات المنتجة طبعا الغير مباشرة طبعا بتبقى فيه حاجات مش في الحزبان بتقدر ان انت توزع بشكل عام على كل الوحدات المنتجة عند التسويق ايه تسويق ده يا جماعة مراحل وتطوير وتصميم المنتج حجم الكمية التي ينتجها والتي يتعاقد عليها تسويقها بحيث تسجل هذه الآلات وتواريخ التعاقد وتاريخ إجراء العمليات المختلفة يبقى مراحل من التسويق مراحل تطوير وتصميم المنتج بتفرق كتير جدا مع التسويق بتاعي ان انا اعرف المخزون واللي انا طلعته للسوق وقد ايه الحاجات المخزونة عندي اللي هي ملها السوق وببدأ ان انا اعدل فيها او اغايف تصميمها بحيث ان هي تلبي احتياجات السوق طيب تعال الحتة مهمة قوي ودي تهمنا قوي اللي هي مرحلة تطوير وتصميم المنتج اول حاجة تسجيل المواد الاولية التي يتم شراءها والتي تم استخدامها خلاص بسجب اول بول المواد اللي انا بشتريها والحيات اللي انا بستخدمها اللي هي المواد الاولية طبعا انت عارفين الغراءات واخشاب ومسامير وإكسسر دوة مواد اولية ببدأ ان انا اسجلها اول بول طيب بعد كده قال لي تسجيل حركة السوق في تصويق المنتجات المماثلة التي تنتجها مشروعات اخرى يعني مثلا انا لو بنتج قوضة نوم بشكل معين فيها تصميم معين ببدأ ان انا اقارن القطعة المنتج اللي انا بعملها بالمشروعات او الشركات المنافسة بتاعتي بحيث ان انا اشوف قد ايه المنتج بتاعهم ايه بيتسوى ازاي وابدأ اقارنه بالمنتج بتاعي بشكل كبير جدا طبعا الحاجات دي تجمعها بتفيد ابناءنا الطلبة ان هو يقدر يدرس بشكل كبير جدا وشكل محوري الجزئية بتاعة التسويق وبنقدر من خلالها ان احنا نتعرف على السوق ازاي بيطور المنتج بتاعه ازاي ان هو بيدرس خطط بنقول قصيرة الاجل وطويلة الاجل بيبدأ ان هو يشوف الفكر ده بنقول عليه الفكر السراتيجي او الفكر العلمي انا مش شغال كده من دماغي انا بقدر ان انا اكون فكرة عن مشروع التسويق وازاي ان انا اطور المنتج وازاي ان اشوف الشركات المنافسة من خلال الانترنت او العالم او الشركات المحيطة بي وبعدد من خلال الكلام دوت انما اطبق الكلام دوت في المصنع بتاعي انه طبعا التطوير مهم الشكل بيبقى مستهلك شكل تقليدي ولا شكل متطور احتياجات السوق بتاعته ايه استعمالاته ايه استخداماته ايه التكليف بتاعته ايه طبعا ده كله بيفرق معايا في التسويق ونسبة الارباح بتبقى عالية جدا كل ما نضرت التصميم وانفراضك بيه يعني ان انا مثلا ما اجي اصمم كرسي ببدأ الكرسي دوت هو مطلوب مني ايه الكرسي دوت مطلوب مني سبل الراحة والاستخدام الصح والنحية العملية والسعر ان انا اقدر ان انا اعمل شغل تصميم الشغل بتاعه تصميم جيد وتكليفه قليلة والجودة بتاعته عالية وده بيفرق معايا ان انا بقدر اعمل ماس كان بوردكشن انتاج كم مئالي يغطي احتياجات السوق طيب انا لقيت ان انا عملت 1000 كرسي 1000 كرسي ده اتسوق منه 50% اللي هي 500 كرسي طيب في الحالة دي اتاعمل ايه ابدأ اراجع حساباتي تانية ان انا ابدأ اشوف التصميم بتاعي ابدأ اشوف الشركات المنافسة ممكن اكون بنازل الكرسي دوت 8 مثلا 150 جنيه او 200 جنيه وهو في جهة تانية بتنزله ب120 ولا اغلى منه ب30 جنيه فارجع اعيدي الحسابات بتاعتي تاني وابدأ اعمل انفراض بالمنتج بتاعي طيب في حالة لو المنتج مساوي للسعر والكلام ده كله لازم انفرد بجودة الشغل والاستعمال اخليله اكتر من وظيفة طيب انت اديتني مثل الكرسي طيب ممكن يبقى الكرسي دوت في التصميم بتاعه ازاو فيه في الاستعمال بتاعه غير الاعود قالك ان فيه كراسي دلوقتي بتتقلب تبقى سلم اقدر ان انا استخدمه ليه في المنزل يبقى استخدامه كرسي ان انا قاعد عليه محتاج سلم بيتقلب طبعا الفكرة دي الفكرة قديمة موجودة ولكن فيه افكار كتيرة احنا بنده حاجة تقريبية فبتقدر ان انت تتنافس مع السوق من خلال الجزئية اللي احنا بنتكلم عليها دي طيب انا لو انا مثلا عندي الف كرسي والمطلوب مني الفين كرسي يبقى انا كده نسبة مؤشر النجاح عندي عالية بنسبة مية في المية طبعا نتمنى اني طبعا يبقى فيه اكتر الف و الفين و ثلاثة بالنسبة للشغل وببدأ ان انا اكسف الحرقة بتاعتي وببدأ استعين بمصانع تبدأ تعمل لي مراحل اولية للشغل بتاعتي وببدأ ان انا ارجع للشغل بشكل كبير جدا طبعا تسجيل حركة السوق مع تسويق المنتجات الممثلة التي انتجى مشروعات اخرى رابع حاجة ان تسهيلات اجزاء العمليات الحسابية داخل المشروع يمكن للمنشأة الصناعية التنبؤ مستقبل العمليات الانتاجية علاقة المشروع الصناعي الصغير بالاسواق المختلفة طبعا بنقول ان علاقة المشروع بالاسواق المحلية توضع خطة التسويق في جميع ما توقع من علاقات في السوق المحلي على اسس محددة تبقى لعلاقات العرض والطلب اللي احنا كنا لسه نتكلم عليها دلوقتي علاقة المشروع بالاسواق في الدول العربية نحن نعلم ان الدول الاوروبية تسعى الى اندماج خاص يتكامل في اقتصادها وان الدول العربية كثيرا ما تسعى الى تحقيق نوعية من التكامل والذي يتعصر او يتوقف احيانا يسعى العالم الان الى زيادة العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة وذلك في توحيد اوروبا وجمهورية مصر العربية تسعى من جانبها الى خلق تكامل اقتصادي مع دول العالم الخارجي سواء مفرد او مجمع طبعا شوفنا الكلام ده في الاتفاق مع الصين واليابان في التطوير الاجزاء الصناعية اللي عندنا الخاصة بالانتاج الداخلي والخارجي ان احنا بنبدأ نستعين بالخبرات تبدأ توجه وتبدأ تعمل لنا جوه من الانفراد والتكنولوجيا اللي هي بتتميز بها اليابان او الصين تعالى نخش على دراسة المشروع رأس المال في المدارس الصناعية ده خاص بالمدارس الصناعية جماعة بنبدأ ان احنا نشوف المدارس الصناعية هنبدأ نشتغل فيها مشروع رأس المال ازاي؟ اول حاجة بنقول اعداد المؤيسة الابتدائية والمؤيسة النهائية الفعلية خلاص بعمل المؤيسة الابتدائية وبتبدأ ان احنا نعدل في المؤيسة بتاعتنا وبينطلع في الاخر المؤيسة اسمها المؤيسة الفعلية اللي هبدأ ان ننفذ عليها مشروع رأس المال طيب مشروع رأس المال اول حاجة مشروع رأس المال للتعليم الفني اصبح يشكل ركيزة همة لخدمة القاعدة العريضة في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية داخل المدارس الفنية طبعا احنا بنشوف الكلام ده في المدارس الفنية بشكل كبير جدا وبالأخص في قسم نجارة الاساس اللي احنا بنشتغل فيه او ان احنا بنعرض على ابنائنا الطلبة المادة العلمية بتاعته بتساهم كتير جدا في المقاعد وترابيزات المعامل الكيميائية والاساس بتاع قطر المدارس بشكل كبير جدا وبتبدأ ان احنا نعمل عملية اكتفاء ذاتي طيب اهدف مشروع رأس المال ايه الاهدف بتاعتهم اول حاجة رفع مستوى الاداء التعليمي للطلاب لان الهدف بتاعنا الاولين يا جماعة مش الربح احنا رفع الاداء التعليمي للطالب رقم واحد عن طريق مزيد من التدريبات المهنية العملية واكساب المدرسين مزيد من الخبرات طبعا المدرس عنده خبرة ولكن مع احتكاج بالنحية العملية في اشكال والتطور التصميم بيقدي الى اكتساب اه خبرات جديدة اما بالنسبة للطالب فبيقدي لتدريب المهارات وبينامي عنده المهارات وبيخلق عنده حتة حاجات مهارات ما كانتش موجودة قبل كده من خلال الشغل الكمي الالي وبذلك يتضح انما استخدام حسابات التكاليف الصناعية الاستفادة من القوة البشرية والامكانيات الالية بمدرس التعليم الفني في المساهمة في خطة انتاج الدول لصالح الاقتصاد القومي طب ايه هيسام في الاقتصاد القومي في المدارس الصناعية انا عندي مثلا في المدارس الصناعية قوة مثلا مليون ونص طالب تعليم فني او اكتر او اقل بنقدر ان احنا كل تخصص على حسب خبراته بنبدأ نوجههم لاحتياجات سوق العمل زي ما تكلمنا فيه الدكاك والترابيزات المعملية بنبدأ ان احنا ما كنا من الاول بنشتريها من بره دلوقتي بنعتمد على المدارس الصناعية ان هي بتنتجنا بتنتجها للمدارس وبدأنا ان احنا نخش في مؤسسات تانية ان احنا نشوف احتياجاتهم ايه طيب ده هيفرق معايا في ايه ان هو بيرفع مستوى الاداء التعليم للطالب وفي نفس التوقيت بيكسب مهارات لان انت عندك طول السنة بيبقى تمرين او حاجة انت بتبدأ ان انت تستخدمها ما بتقدرش ان انت تغيرها فدوت فيه اكتر من عملية بتقدر ان انت تقدمها للمجتمع وبتفيد بيها الطالب طيب انتصاش النشاط الطلابي في اوقات الفراغ والعطلات طبعا احنا عندنا المشروع الصيفي او الاجهزة الصيفية بنبدأ ان احنا نجيب فيها ابنائنا الطلبة يتدربوا بمقابل مدني حتى لو كان قليل ولكن دوت في الاول وفي الاخر بيبقى فايدة للطالب بنقول عليه التدريب الصيفي او العمل في ايام العطلات اللي هي بتبقى جمعة وسبت زي ما هي موجودة في الوقت الحالي او اجازة نص السنة او اجازة اخر السنة طبعا ده بيبقى اختياري بالنسبة للطلاب بنقول رابع حاجة زيادة دخل الطلبة والمدرسين عن طريق اثباتهم طريق اثباتهم عن طريق اعمالهم بقدر انتاجهم تمام؟ يبقى زيادة دخل الطلبة الطالب طبعا بيبقى عندنا الامكانيات او الدخل بتاعه قليل فبنبدأ ان احنا نشوف اه الدخل بتاعه بيبقى قد ايه بنبدأ ان احنا ندعمه بحيث ان الطالب يبقى عنده اعتماد على اه نفسه من الدرجة الاولى والمدرسين طبعا ان هو الدخل اضافي بيبدأ ان هو يزود الحافز بتاع العامل او المدرس بشكل كبير جدا في المؤسسة اللي هو شغال فيها طيب مشروع رأس المال بنقول يتكون رأس المال المشروع من العناصر التالية الرقابة على نصيب المدرسة التي تحدده اللجنة العاملة بالمشروع من المبالغ المخصصة له طيب تاني حاجة نصيب المدرسة التي تحدده اللجنة العامة من المبالغ المخصصة له تعالوا نشوف حاجة تانية النزمة المقررة من ربح العمليات والمشروعات الانتجية التبرعات غير المشروطة المقدمة من الاهيئات والأفراد والتي تقررها اللجنة العامة للمشروع الفوائد والغرمات التي توقع بسبب عمليات مشروع رأس المال الدائم تحديد السنة المالية للمشروع أول حاجة في المدارس الصناعية التجارية وتحدد في أول يوليو إلى آخر يوليو من العام الدراسي في المدارس الزراعية تحدد من أول نوفمبر إلى آخر أكتوبر ديت طبعا بتفرق معنا على حسب المواسم الزراعة أما بالنسبة للمدرسة الصناعية فنرتبط بالسنة المالية أو بداية الدرسة بشكل كبير جدا توزيع صفر ربح التي يحققه مشروع الرأس المال تعالوا نبص على توزيع صفر ربح أول حاجة 2% خدمات اجتماعية للطلاب يتم الصرف منها موافقة لجنة المشروعات بالمدرسة على الوجه التالي 20% لدعم مشروعات التغذية بالمدرسة بالمدريات التعليمية المختصة وتوضع في الحسابات المخصصة بالبنو 20% خدمات تعليمية 30% خدمات اجتماعية 30% خدمات رياضية ثانيا يتم توزيع الباق من الأرباح بالنسب التالية 20% يخصم لرأس المال للتنمية 15% يخصم لصالح المدارس ويكون التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة للتعليم الفني 10% احتياجات يكون فيها التصرف بمعرفة اللجنة العامة للمشروعات أما 55% تصرف مكافآت للمشرفين على المشروع وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة للتعليم الفني إدارة المشروع يتولى الإشراف على المشروع لجنة وطبعا دي مهم جدا إدارة المشروع دي لجميع الناس تركز معين يتولى الإشراف على المشروع لجان تبدأ من الوزارة إلى المدارس التي تقوم بها المشروعات كالآتي لجنة المشروعات بالوزارة لجنة المشروعات بالمدريات التعليمية لجنة المشروعات بالإدارة التعليمية طبعا بدأنا بالوزارة مدرية إدارة طبعا المدرسة اللي هي بيقوم فيها الايه التنفيذ التنفيذ تابع الإدارة المشروعات يتولى الإشراف على المشروع لجنة المشروعات بالمدرسة سنقوم بإعطاء فكرة عن تشكيل هذه اللجنة بداية من لجنة المدرسة التي ينفذ بها المشروع كل قاتل لجنة المشروعات بالوزارة لجنة المشروعات بالمدرية لجنة المشروعات بالإدارة وطبعا يا جماعة احنا من خلال الحلقة عندنا اتكلمنا بشكل كبير جدا على مشروع رأس المال الإدارة والتكاليف الحاجات ديت يا جماعة لأبناءنا الطلبة هتفدني بإيه يا مستر الحاجات ديت أولا بيتوسع المدارك أو زهن الطالب في المشروع أو إنه هو إزاي لما ينجي يشتغل في مؤسسة سواء مؤسسة تعليمية أو مؤسسة نشاط حر زي مصانع 6 أكتوبر مثلا إزاي أبقى فاهم المؤسسة وإيه دوري فيها طيب هتفرق معي في إيه؟ هتفرق معي إننا لو حبيت إننا أعمل مشروع خاص أو إننا أنجح في المكان لغاية ما أعمل مشروع طيب لو أنا اشتغلت في مؤسسة زي مشروع مثلا شركات بدون مسميات طبعا الشركات من الشركات الكبيرة في 6 أكتوبر أو في غيرها وبدأت إن أنا أبقى عضو فعال فيها هتفدني بإيه؟ أول حاجة أبقى عارف الحقوق والواجبات بتاعتي ما أقدرش إن أنا أتقطها وأبقى عارف حقوقي إيه المادية والمعنوية طيب تعالي للجزئية التانية هي إيه؟ الناحية المهارية إزاي إن أنا أشوف منظومة العمل اللي قدامي ديت وابدأ أطور منها من خلال رؤيتي للمشروع أو من خلال الإنتاجية الموجودة في المصنع اللي أنا شغال فيه طيب هتفدني إيه بقى تاني؟ إن أنا طول ما أنا شغال في المنتج أو مصنع متتور بابدأ إن أنا أطور فيه بشكل كبير جدا طبعا هنكمل بقية مشوار المؤيسات في الحلقات القادمة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته